احنا في تصورنا باللي احنا نفكر بمنطق السفينة سفينة المجتمع لأنه إذا كان غرق الجزائر نغرقه قعم ما يبقاش واحد روموش معني يعني ولذلك يهمنا هذا الفقه فقه السفينة في التعاطي مع القضايا الكبرى تعل البلاد فكان مطروح القضايا الكبرى متعلقة بالوحدة الوطنية متعلقة بالأمن الوطني ومتعلقة كذلك بالاستقرار السياسي فاتكلمنا في هذا المحور هذا سواء تعلق الأمر بالحدود وما يجري حولنا أو ما تعلق بالوضاع الاجتماعي التحدي داخلي وكذا خارج التحدي داخلي فمن بين القضايا التي ذكرناها حدوء خصوصا إطرحناها مع سيد الرئيس واستمعنا له كما استمع إلينا بإنصات وبإمعان ونحن كذلك بلغنا انشغالات نحن قلنا باللي بعيدا بعد ما بيننا نحن موقفنا من الخارطة الطريق التي اعتمدتها السلطة في موضوع سواء في إعداد الدستور أو في إعداد القوانين سجلنا تحفظاتنا ومعروفة وقدمناها وقال نعرف مواقفكم ولكن في المقابل نحن قرار المشاركة في هذا الاستحقاق السياسي حسمنا منه في المشاركة باعتبار أننا بالنسبة لنا كحركة نقول أن يجب أن ننقل التدافع السياسي من الشارع أن ننقله إلى مؤسسات صناعة القرار نحن هو اليوم الخير المتح والممكن من أجل تجسيد نحن نقول إرادة الشعب ورسم خارطة الطريق السياسية بعيدا عن كل تجاوزات لكنا نشهدها سابقا إذن نحن بالنسبة لنا هذا الخيار خيار في إطار الموازنات التي نوازنها صحيح نحن هنا في المجتمع الجزائري اليوم كان أراء مختلفة كان المقاطعين لاعتبار عندهم ثقة ما عندهم شتيقة في الممارسة السياسية وما عندهم شتيقة الضمانات الموجودة اليوم يعني عزوفهم على الانتخابات أنها لم تعد العملية السياسية والانتخابية مجدية لأي تحقق إرادة الشعب فعلا والطرف آخر بالنسبة له لا يعتبر المشاركة أو الإرادة الشعبية هي المعيار التي تجعله يصري حوس على مرحلة انتقالية يتم فيها التعيين في مؤسسات غير منتخبة وطرف آخر يرى أنه اليوم الفرصة المتاحة في هذه هو أننا في إطار التدفع السياسي في إطار المقاومة السياسية أننا يجب أن نذهب إلى المشاركة السياسية من أجل أن ننقل هذا التدفع من الشارع من خطابات ومن شعارات إلى قرارات تنتجها المؤسسات المؤسسات صحيح يكون مؤسس وممنهج في نفس الوقت إذن الشعب السلطة يعطيها الشعب من خلال الانتخاب ما حد ما يديها بدون انتخاب الأمر الثاني أنه هذا الآن الخيار الأسلم والمتاح اليوم للجزائريين من أجل أن يعبروا لكن في المقابل يجب أن نهي المناخ المناسب لإنجاح هذه الانتخابات فذكرنا لسيد الرئيس ثلاث قضايا أساسية متعلقة بإنجاح هذه العملية ترجمة نانسي قنقر